السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله وأواصل معك إن شاء الله رحلتنا التقنية مع المتغيرات في المتغيرات في هذا الشرح سوف أتطرق إلى مسألة مهمة من خصائص المتغيرات في لغة بايطن ألا وهي أن المتغيرات في لغة بايطن تعود فمثلا أعطيك مثال بسيط أمسح هذا السكريبت وأكتب مثلا x عفوا أغير اللغة أكتب x تساوي أو مثلا نسمي المتغير نسميه message يساوي السلسلة النصية التالية أضع quotation mark السلسلة النصية وأكتب python is fun لغة بايطن ممتعة وأقوم بعمل print لهذا المتغير لاحظ print أفتح القوسين وأضع المتغير بين القوسين message جيد ثم أقوم بعمل run لأرى النتيجة لاحظ معي كتب يعني قام بعمل print أظهر على الشاشة python is fun التي هي قيمة المتغير message الآن نقوم بعمل المتغير message أيضا ونضع فيه يعني هنا python is easy لاحظ ثم أقفل string أو السلسلة النصية ثم بعد ذلك نقوم بعمل print نفتح القوس ونضع message ثم نقفل القوس لاحظ ماذا سيحدث في يعني في المرة الأولى كانت قيمة هذا المتغير الفاليو الخاصة بهذا المتغير هي السلسلة النصية python is fun في هذه المرة تم التعويض يعني ستصبح قيمة message في الprint الثانية هي python is easy كأننا أخذنا ذلك الصندوق الذي هو المتغير وأخرجنا منه python is fun وعوضناها ب python is easy لاحظ معي ماذا سيحدث حينما سنقوم بعمل run لاحظ المرة الأولى python is fun المرة الثانية print message يعني نفس المتغير أصبحت قيمته python is easy المرة الثالثة سنكتب message تساوي أفتح string python is the future لاحظ معي ثم أقفل string لاحظ معي ثم أخذ print اخذ print message وأضعها هنا ولاحظ معي الآن أقوم بعمل run حتى تفهم هذه الخاصية أن المتغيرات تعود أن المتغير message المرة الأولى أعطيناه القيمة النصية python is fun قام بطباعتها في المرة الثانية غيرنا محتوى غيرنا القيمة النصية التي هي python is easy في المرة الثالثة غيرناها وبهذا يعني الهدف من هذا الدرس هو أن تعرف أن المتغيرات على طول سكريبت يمكننا حشوها بأي value نريدها سواء كانت نص أو رقمية أو رموز أو أي شيء نريده واستطدح الأمور أكثر وأكثر مع التطبيق إن شاء الله أركا في الشرح الموالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر